برنامج Gradients اللي رح نحكي عنه اليوم موجه بشكل أساسي ليعدل ألوان البرامج اللي بتستخدم اللي بأدويته أو البرامج المكتوبة باستخدام الفريمورك اللي هي GTK4 يعني بشكل بمعنى آخر فهذا البرنامج رح يشتغل بالشكل الأمثل مع الواجهة الرسومية GNOME بس إذا كان في عندك واجهة رسومية تانية غير GNOME فهذا الكلام مو معناه أنه البرنامج ما رح يشتغل معك طالما أنك عمالك تحاول أنك تعمل ثيمينج أو تغير ألوان البرامج اللي بتستخدم ال GTK4 بس نحن لحتى ما نكون مقيدين بهذا النوع من البرامج كمان رح نشوف كيف رح نطبقه على البرامج اللي لساها بتستخدم ال GTK3 وحتى البرامج اللي بتستخدم اللي كيوت بحالة برامج اللي كيوت ما رح يكون في عنا الإدراء أنه نعطيها نفس الألوان اللي رح نطبقها على برامج ال GTK بس على الأقل رح نعطيها feeling أو look مشابه لليب أدويته الخام يعني سواء كنت عمالك تستخدم اللي بأدويته مع الوضع الداكن أو الوضع الفاتح رح يكون في عندك برامج اللي كيوت رح تكون مشابهة إلها بدون تغيير الألوان الأساسية هلأ ال Gradients رح نسبته باستخدام ال Flat Pack فهذا الكلام معناه أنه رح يشتغل على أي توزيعة تستخدمها بس قبل ما استخدم اللي Gradients في عندي عدد من المتطلبات اللي لازم إنها تكون موجودة على نظامي وبالاعتماد على التوزيعة اللي عمالك تستخدمها فمعدل نجاح هاي الطريقة رح يتراوح ما بين ما رح قول الصفر والمية بالمية رح نقول ما بين السبعين بالمية والمية بالمية ولابد من التنويه لأنه ال Gradients ما زال بمرحلة ال Beta يعني البرنامج لسه ما له نهائي بس من تجربتي إلو لحد الآن يعني عطاني النتيجة المرجوة منه وليس فقط على واجهات رسومية حتى على Windows Manager كمان نشتغل وما في أي مشاكل طالما إنه البرنامج هو GTK سواء ثلاثة ولا أربعة فهلأ أول شي خلينا نشوف شو هي الحزم اللي بدي سبتها خلينا أول شي نثبت حزم الفلات باك وبعدين ما نروح ومنثبت حزمة ال ADW-GTK3 لحتى نعمل ثيمينج لأبليكيشنز أو برامج ال GTK3 وفي عندي برنامج تاني أو حزمة تانية لحتى أعمل ثيمينج لبرامج اللي كيوت فهلأ لو إشينا للترمينال فرح نقل له Flat Pack Install أول شي طبعا لازم أني سبت اللي Gradients بحد ذاته كمان لازم أني سبت اللي Flat Seal متل ما حكينا بفيديو اللي Flat Seal اللي رح يسمح لي أني عدل البرميشنز الخاصة بهاي البرامج فرح نقل له Flat Seal كمان متل ما حكيت لازم أني سبت الكيفانتم لحتى أعمل ثيمينج لأبليكيشنز الكيوت لازم أني سبت ال ADW-GTK3 ورح سبتها بالDark Mode كمان فرح نقل له ADW-GTK3-Dark لأنه على الفلاتباك موجودين الحزمتين عندي خلينا نشوف في عندي أي شي تاني لازم أني سبته بأتقد أنه هاي البرامج كافية فرح نقل له بالفلاتباك فرح نقل له أوكي هلأ رح نسبت البرامج اللي بديهاها فهو لاقى ال Gradients لاقى الفلاتسيل بالنسبة للكيفانتم هلأ أول شي رح سبت بس واحدة من أول الخيار الأول وبعدين رح سبت الخيارين الثاني والثالث لأنه هاي النقطة باعتبار أنه هلأ حاليا برامج الكيوت عمالها تنتقل من الخمسة للستة فصراحة ما بعرف أي حزبة من هاي الحزم اللي رح تشتغل فلهذا السبب رح سبت الحزم الثلاثة خلينا نبتدي بالحزمة الأولى بعدين بالنسبة لل ADW رح سبت أول شي اللايت وبعدين رح سبت الدارك فرح نقل له يس بعدين الفلاتسيل رح نسبتها وهلأ رح ابتدي عملية التثبيت طيب هلأ لسه في عندي مثل ما حكيت حزمتين تانيات لازم اني سبتهم اللي هنن الخاصين بالكيفانتم فرح احزف كل شي ضل على الكيفانتم ورح سبت الحزمة التانية ورح سبت الحزمة التالتة طيب هاي بالنسبة للفلاتباك خلينا هلأ نسبت البرامج أو الحزم اللي بدي إياها من مدير الحزم الخاص بالتوزيعتي هاي ماكينة افتراضية على Arch فرح نقل له سودو pacman داش capital S أول شي هلأ إذا أنت ما كان مسبت عندك الجنوم داش تويكس فرح نسبتها هلأ هي مسبتة بس رح نرجع ونقل له لحتى يكون الكلام لحتى يكون الشرح كامل رح نسبت الجنوم تويكس شو بدي سبت كمان بدي سبت الكيفانتم وبدي سبت اللي QT خمسة CT واللي QT ستة CT لحتى عدل ثيمات الكيوت فرح نقل له QT خمسة CT وQT ستة CT شوفي عندي أشياء تانية بدي سبتها فهي هي الحزم اللي بدي سبتها فرح نقل له أوكي طيب هلأ أنا هون باعتبار أني موجود على جنوم فما رح يلزمني أي حزمة إضافية ولكن في حال كنت على ويندو مانيجر مثلا لحتى غير ثيمات الجي تي كي تلاتة رح سبت حزمة LX Appearance داش جي تي كي تلاتة لأنه LX Appearance لحالها بتغير ثيمات الجي تي كي تو أنا بدي غير ثيمات الجي تي كي تلاتة هلأ بعد بخلصنا من تثبيت الحزم اللي بدي إياها ضل في عندي الثيم الـ ADW-GTK3 بحد ذاتها هلأ على Arch ممكن أنك تثبتها من AUR على Fedora ممكن أنك تضيف Cooper Repo وتثبتها أما على التوزيعات التانية فرح نثبتها من الـ GitHub مباشرة وأنا حتى على Arch رح سبتها من الـ GitHub مباشرة لحتى تكون الطريقة شاملة لكل التوزيعات فلو رجعنا للمتصفح مثل ما أنا شايفين الفاير فوكس حاليا أخذ ثيم الجي تي كي تلاتة ولثاته بـ Light Mode فهلأ رح نجي للـ GitHub للـ ADW-GTK3 طبعا كل الروابط رح تكون بسندوق الوصف رح نجي ليمين الشاشة للـ Releases ورح ننزل الإصدار الأخير النسخ الحزمة المضغوطة أو الملف المضغوط كمان قبل ما نرجع لنفك الضغط لحتى نجيب الـ ADW-GTK3 للـ Qt رح نرجع لنفس الموقع اللي هو الأساسي ورح نجي بأسفل الصفحة أو بمنتصف الصفحة رح شوف في عندي لحتى يكون في عندي تناسق أفضل في عندي الحزمة الخاصة بالـ QVANTOM فأنا رح افتحها وكمان رح نجي هاي الوحيدة اللي رح نستخدم أمر الـ GET لحتى انثبتها فرح انسخ الـ GET السطر الأول ورح نرجع لـ Terminal مرة تانية ورح نعمل له عملية لسق طيب هلأ خليني قبل ما حط كل الملفات بأماكنها الصحيحة أنا لازم ضمن مسار الـ .config يكون في عندي مجلد الكيفانتوم هلأ باعتبار أنه أنا لست ما فتحت الكيفانتوم ولا مرة فما تم إنشاء المجلد خلينا نفتح الكيفانتوم أول مرة طيب ورح نحط أي ثيم عشوائية بس لحتى يتم إنشاء المجلد طيب هلأ لو أجيت لـ متصفح الملفات خلينا نظهر الملفات المخفية أول شي رح نجي لـ الكيفانتوم اللي أنا حطيته على سطح المكتب فهو الكيفي اللي بأدوايته رح إجي لمجلد الكيفانتوم ورح أنسخ هاد المجلد اللي هو كيفي لي بأدوايته رح أرجع لهم من الهم رح نجي لـ .config ومن ال .config في عندي مجلد الكيفانتوم وضمنه رح أعمل عملية بيست للمجلد اللي نسخته هلأ لو رجعت وفتحت الكيفانتوم مرة تانية ورح إجي لـ change delete theme ورح إجي لـ select theme ورح تكون الثيم الجديدة موجودة بنهاية القائمة اللي هي كيفي لي بأدوايته في عندي الداكن الداكن والفاتح أنا رح حط الداكن رح نقول له use this theme مثل ما اللي شايف أنه مشابهة للي بأدوايته أربعة بس مثل ما حكيت مع الـ gradients ما رح أقدر أني أغير ألوان هاي الثيم بس يعني شيء أحسن من ولا شيء بالمرة فرح نقول له quit هلأ لحتى نغير ثيمات الـ GTK 3 رح نفتح الـ gnome tweaks أو إذا كنت عمالها تستخدم الـ LX appearance فهلأ أنا رح نقول له الـ tweaks طيب أوكي رح نجي لـ appearance وبالنسبة لـ legacy applications رح نقول له ليش ما طلعت آه لسه لأني ما ثبتت ما حطيت الثيم بمكانها الصحيح طيب رح نرجع للـ downloads لأنه أنا حملت الملف بالـ downloads هلأ لو قلت له LS رح شوف أنه في عندي الـ ADW موجودة فلحتى فك الضغط عن هذا الملف رح نقول له dark-xfadw هلأ لو رجعت وقلت له LS رح شوف أنه صار في عندي مجلدين اللي هنين الـ dark والـ light فهدول المجلدين لازم أني أنسخهم لمكان تاني فهلأ أول شي خليني أحزف الملف المضغوط فرح نقول له RM فرح نقول له RM ADW-V رح أحزفه وبعدين مع صلاحيات سودو أنا بدي أنسخ هذول المجلدين لمسار الثيمات الخاص بالنظام بالكامل حتى يكون كل المستخدمين قادرين أنه يعدلوها فرح نقول له sudo MVADW- ورح نقول له نجمة لحتى يأخذ المجلدين مع بعض بدون ما أكتب أسماؤهن لو رح انسخوا رح انسخوا الـ slash USR slash share slash themes طيب هلأ لو رجعنا وفتحنا التويكس ولو أجيت للأبيرنس لو أجيت للليغسي أبليكيشن رح شوف أنه ADW صارت موجودة الـ light والـ dark هلأ ما بيهم أي واحدة منهم رح استخدمها باعتبار أني بعدين رح استخدم الـ gradients فأنا رح روح مع الـ light مثل ما نشايف مباشرة أنه التويكس هو GTK 3 تغير الثيم الخاص فيه ليصير مثل الـ GTK 4 فهلأ خلينا إذن نستخدم الـ gradients فرح نقول له gradients والـ terminal هلأ مبدئيا خليها على جنب رح نرجع لها بعد شوي هلأ بالنسبة للـ gradients أما المتصفح ما عد بديها هلأ مثل ما ليشايف يعني هو واجهة عصرية بالأساس هو مكتوب باستخدام الـ GTK 4 عماله يعطيني شوية معلومات عن البرنامج عماله يعطيني تحذير أنه البرنامج باعتبار أنه لسا بيتا فممكن يسبب لي بعض المشاكل رح أقول له أنه أنا متفهم لهاي المشاكل وبعدين رح نقول له التالي هلأ نحنا رح نقول له أنه يعمل لي ثيمينج للـ Legacy Apps الـ GTK 3 وللـ System Configuration فرح حدد الخيارين بعدين رح نقول له continue installing themes رح نقول له continue وهلأ نحنا جاهزين أنه نبتدي نستخدم البرنامج هلأ البرنامج بحد ذاته يعطيني خيارات أني عدل أي شي ممكن أنه يخطر على بالي بالنافذة المفتوحة لحتى ما أنسى ولا واحد من الخيارات طبعا هي الخيارات اللي موجودة هون بس رح نقراها لأني كاتبها هون فهو بيسمح لي أني غير الـ Accent Colors اللي هي ألوان الأزرار ألوان الإطارات اللي هي الخيار الأول ممكن أنه يسمح لي غير ألوان الأزرار الخطيرة اللي ممكن أنها تتسبب بمشكلة بالنصام بيسمح لي أني غير ألوان الأزرار العامة بيسمح لي أني غير أزرار التحذيرات بيسمح لي أني غير ألوان أزرار أو accent color أنا عمقول الأزرار بس هي بالأساس accent color للتحذيرات بيسمح لي أني غير لون خلفية النافسة بيسمح لي أني يغير لون الهيدر اللي هو الترويسة العلوية وبيسمح لي أني يغير لون البوردر أو الإطار اللي بيفصل ما بينه هذه الخط اللي هون طالع بلون مختلف عن الترويسة وعن النافذة كمان ممكن أنه يسمح لي بغير هذا اللون إذا كنت بدى أحصل على نافذة بلون واحد فرح حط الترويسة والقسن الأساسي من النافذة والبوردر بنفس اللون وبهذا الشكل بيسمح لي أني غير أي شيء ممكن أنه يخطر على بالي طيب أنا إذا ما كنت بدي أعقد وغير كل واحد من هدول الألوان بشكل يتوي فأنا في عندي ثيمات جازة هلا هو مبدئياً مثل ما اللي شايف أنه أخذ الأدويتها اللايت الافتراضية أنا ممكن أني غيرها للدارك وممكن أني روح مع البربل اللي هي جاية من ضمن البرنامج جاية مثبتة مع البرنامج بشكل مسبق هلا أنا رح ثبت هاي الثيم إذا كنت بدك تختار ثيمات تانية فممكن أنك تروح وتدور على ثيمات كانت موجودة ممكن أني نزلها من المانج بريسيتس فرح نقول له بالنسبة للإكسبلور رح تدور على اسم بدك يا أو الثيمات اللي الكميونيتي عاملتها وممكن أنك تسبتها من هذا المكان مباشرة هلا حالياً نحن خلينا على البربل رح نقل له أبلاي ورح قل له أنه سبت لياها للجي تي كي أربعة أبليكيشنز ورح نقل له بعتيار أنه نحن سبتنا الادو داش جي تي كي ثلاتة كمان سبت لياها لأبليكيشنز الجي تي كي ثلاتة رح نقل له أبلاي طبعاً أوكي الرسالة اللي طلعت عماله يقل لي أنه لازم أعمل لوغ آوت و لوغ إن هلا لو أجيت للبريفرنسز أنا كمان بدي أعمل أبليكيشنز الفلاتباك اللي هي حددتها كمان فقلت له الجي تي كي ثلاتة فلاتباك أبليكيشنز قلت له كمان أنه نعملي ثيمينج له هاي البرامج فرح نقل له أوكي رح نسكر هاد البرنامج نسكر النافذة و رح نعمل لوغ آوت طيب بعد ما عملت له اللوغ آوت واللوغ إن لو جينا وفتحنا الثيتينجز رح شوف أنه صارت مع اللون البربل اللي أنا حطيته لو فتحت برنامج تاني الثيتينجز اللي هي جي تي كي أربعة لو فتحت برنامج بجي تي كي ثلاتة اللي فلات سيل أنا بعرف إنه جي تي كي ثلاتة فرح نقل له اللي فلات فشايف إنه حتى اللي فلات سيل صار باللون البربل اللي أنا حطيته طيب بالنسبة لبرامج اللي كيوت خلينا باعتبار إنه نحنا فتحنا اللي فلات سيل مثل ما عملنا بالفيديو الخاص فيها رح نعدل البرميشنز لحتى نوصل لملفات الجي تي كي ثلاتة والجي تي كي أربعة والكيفانتون فرح نيجي للأول أبليكيشنز وبالفايل سيستيم أنا شايف إنه ضف لي الجي تي كي ثلاتة والجي تي كي أربعة مباشرة لأنه ثبتت الجريديانس فما في عندي ما في داعي إني أرجع وعيد تثبيت هون بس الاختلاف الوحيد إنه هون بنهاية السطر ما في عندي النقطين ر أو لأنه لازم يكون في عنده قدرة قراءة وكتابة على هاي الملفات فهلأ رح ضيف الكيفانتوم فهي xdg-config slash kvantum طبعا الكي كابيتل ورح نيجي للvariables هلأ هاد رح يكون مختلف عن الفيديو الماضي لأنه وقت اللي حطينا الكيوت ثيم أنا حطيتها بس كيوت ثيم هون رح نحطها بشكل مختلف إذا الطريقة الأولى اللي هي كيوت ثيم ما اشتغلت ممكن إنك تستخدم هاد الفاريبل فرح نقل له كمان بأحرف كابيتل رح نقل له كيوت underscore style underscore override يساوي كيفانتوم طيب هاد بالنسبة للفلات باك بس لسه في عندي البرامج اللي أنا مثبتها من مدير الحزم هاي رح نعملها بالبروفايل الخاص بالصدفة اللي عمالك تستخدمها سواء كانت باش ولا زي اس اتش هلا أنا هون باعتبار إنه ما في عندي غير الباش فخلينا نفتح التيرمينال لو قلت له الاس بهاد الملف رح شوف إنه في عندي ملف اسمه dot bash underscore profile رح افتحه لأنه عمالي يستخدم حاليا الباش رح افتحه مع الفيم أو النانو فرح نقل له theme dot bash underscore profile وهلا بنهاية هاد الملف رح ضيف سطر واحد اللي هو export ورح يكون مختلف عن الفلات سيل كمان باحرف capital رح قل له cute underscore qpa underscore platform theme يساوي نحنا سبتنا اللي cute 5 ct واللي cute 6 ct فرح استخدم أي واحدة منهن فأنا رح قل له cute 6 ct وسكر L quotation رح نطلع من الملف خلينا نفتح اللي cute 5 واللي cute 6 بالترتيب فرح نقل له cute 5 ct خليني أول شي هلا شايف إنه عاطيني warning عمالي يقل لي إنه اللي cute qpa platform لازم تكون cute 5 أو cute 6 بالبروفايل أنا حطيتها بس لسه ما عملت look out فهلا رح نقل له اوكي وبالنسبة للستايل رح اختار الكيفانتم ورح نقل له apply اوكي رح نعمل نفس الكلام بالنسبة للي cute 6 ct كمان عندي نفس الورنين بس الستايل رح نغيره للكيفانتم وخلينا نعمل log out للمرة أتمنى تكون الاخيرة رح نقل له log out فهلا لو رشعت وفتحت الكيوت رح شوف إنه أخد الثيم اللي أنا حاطتها بلكيفانتم صارت عندي الدار وراحت رسالة الورنينك اللي كان عطيني إياها طيب هاد الكلام مثل ما حكيت إنه ما سمح لي غير ألوان الapplications اللي موجودة باللي cute بس على الأقل عطاني يعني وضع متناسق أكتر أو look متناسق أكتر مع الجي تي كي خلينا نجرب واحد من برامج اللي cute اللي cute لنشوف رح يشتغل الثيم ولا لا وراح نسبته مع الفلات باك فلو جينا للتيرمينال وراح نقل له فلات باك شو البرنامج اللي بدي سبته راح نسبت الفي أل سي باعتباره برنامج cute فخلينا نعمل الشاشة الكاملة اللي هو رقمه 14 طيب بعد ما خلصنا من تثبيته خلينا نشوف هل الفي أل سي رح يستخدم الثيم الجديدة هلا مثل ما اللي شايف أنه طلع بالdark mode وعماله يستخدم ليب الثيم الجي تي كي اللي ثبتتها طيب هلا النقطة اللي لازم نوهها بالنهاية هو إذا كنت عمالك تستخدم الgradients على الجنوم فلو جينا للسيتنجز للإعدادات لقسم الأبيرنس بالأبيرنس ما رح يكون قادر أني غير بين الدark والlight mode لأنه هذا الكلام بالأساس عمالي أعمله من الgradients بحد ذاته يعني حتى لو كنت على الدارك ورجعت للدفولت أو اللايت ما رح تي تغير لللايت طيب ممكن واحد أنه يقول كيف بدي أرجع لللايت mode بهاي الحالة رح نرجع للgradients بحد ذاته ومن الgradients إما أنك بتغير الثيم اللي عمالك تستخدمها فهلا لو قلت له اللي بأدوايته رح يرجع لي للدار للايت mode بعمل log out و log in مرة تانية لو كنت بدي أعمل restart أو إعادة ضبط للثيم الأساسية رح نيشي للثلاث نقط ورح قل له reset applied color scheme عماله يسألني كمان بدي أعملها للGTK 3 والGTK 4 رح نقل له أوكي ورح نقل له reset كمان بنرجع بنعمل log out و log in مرة تانية وبيرجع كون بهي الحالة قادر أني استخدم الappearance اللي موجودة بإعدادات اللي جنوم بلتي فيكن بالفيديو الجاي وبأمان الله